وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه على الشنوف وهو يعظه القرآن له مقصود في ألفاظه طبعا لماذا قالش وهو يعلمه لماذا قالش وهو يربيه أو دخل على القول مباشرة على طول حتى يلفت انتباهك أين الأب الواعظ الأب الواعظ فين محتاجينه جدا محتاجين الأب الواعظ زي الأب في حوار بيدور بينه بين أبنائه قال الله ووصى بها إبراهيم بني صح جدا الشيخ ابن عثمين رحمه الله كان يقول لا يكن الأب بين أولاده كالميت وهو حي لا يعز ولا ينصح ولا يوجه شوف الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني شوف الواعظ هنا وصيهم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعقوب برضو يوصي بنيه يا بنية شوف كلمة يا بنية يعني يا بني يا حبيبي يا أولادي يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يظل يعقوب يعظ أبنائه حتى الموت قد بلك أن يعقوب دول أولاده تعبوه وبهدلوه وخلوه تعامى صحي كده ومع ذلك لم يفتر عن وعظهم حتى وهو في لقاء يعني قبل لقاء ربه وفي لحظات الأخيرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أباك إلى آخر الآيات الشاهدة سيدنا الشيخ الأب الواعظ هنا الآية بتلفت انتباهك أن الأقمان رجلا واعظا إذن الأقمان يصلح أن يكون قدوة يتحلى بالفضائل وبالمكارم اللي بتخلي ولده ما تقولوش انت فقد الشيء لا تعطيه لأن الإبن أحيانا بيتأسى بأبيه في تصرفاته يعني أنت مثلا لو الولد أو البيبي الصغير نشأ لأ الأم والأب مش عايقين أغاني في البيت على طول هتلاقي لو ده طلع بيورق صبول أغاني وتلاقي بتصور يعمل فيديوهات تكتوك وبعمل مهرجانات في الحاجات الجديدة ولو الولد ده عايش على القرآن على طول هتلاقي نفسه إيه يا أبي عايز أقرأ القرآن مثلا يعني أو بدندن حتى هو ماشي تلاقيه بيرده ماشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه بس هي الكي الصف كده